اهلا بكم مشاهدين الكرام في اهم اخبار الاقتصاد كشف خبراء اقتصاديون عن ازدياد في نسبة الضرائب المفروضة على العراقيين في العام 2021 الى 20% وذكر الخبراء ان الارادات غير النفطية في العراق ازدادت لغاية شهر 22 الماضي اتصل الى 12 تليون دينار عراقي اي بازدياد بلغت نسبة 88% مقارنة بعام 2020 اما على مستوى الضرائب المفروضة على الدخول والثروات فقد اوضح الخبراء ان ازدادت بمقدار 20% مقارنة بعام 2020 و13% مقارنة بعام 2019 مبينين ان ارادات الرسوم ايضا ازدادت بمقدار 46% مقارنة بعام 2020 و18% مقارنة ب2019 توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو استهلاك الطاقة الكاروباية في العراق لأكثر من 6% سنويا مبينة ان الطاقة الشمسية لن تسهم كثيرا في خلال المدة من 2022 وحتى 2024 وقد ذكرت الوكالة ان الحكومة تقوم بتخفيض عدز الطاقة تدريجيا مع استكمال مشروع واحد في الاقل استثمار الغاز والعديد من مشروعات عادة احياء المحطات التي تعمل بالغاز واضافت وكالة الطاقة الدولية ان استخدام الكاروباة في الشرق الاوسط نمى باكثر من 3% في العام 2021 وسيفا يتواصل بمعدن قدره 2% في المدة 2022 حتى 2024 مع زيادة النمو السكاني كشفت مصادر حكومية في ديالا ان مصالح سياسية تمنع عودة اكبر مدينة صناعية في المحافظة وذكرت هذه المصادر ان المدينة الصناعية او ما يعرف بالحي الصناعي في جنوب غربي بعقوبة التي تضم اكثر من 1000 محل وورشت وعشرات المعارض لبيع وشراء السيارات تعد الكبرى في ديالا يعود تاريخ انشائها الى اكثر من 4 عقود لكن الاضطرابات الامنية بعد عام 2006 اغلقتها تماما واضافت ان محاولات جادة بدأت قبل اشهر لاعادة احياء المدينة الصناعية لكن ارادات وضغوطا سياسية قد اخفقت هذه الخطط شهدت اسعار النفط الاثنين ازديادا اذ بلغت العقود الاجئة لإخام برينت على مستوياتها منذ اكثر من ثلاث سنوات ويرهن المستثمرون على ان المعروضة سيظل ضيقا وسط قيود الانتاج من كبار المنتجين مع عدم تأثير الطلب العالمي من جرأي متحور اوم ميكرون زادت العقود الاجئة لخام برينت 6 سنتات لتصل الى 86 دولارا و 12 سنتا للبرمين وحين ازداد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 17 سنتا ليصل الى 83 دولارا و 47 سنتا للبرمين وجاءت المكاسب وعقيبة زيادة الاسبوع الماضي عندما صعد برينت 5 درجات و 14 درجة في المئة وصعد خام غرب تكساس الوسيط 6 درجات و 13 درجة في المئة هذه انتقال مختصرا لمعرفة اسعار صرف العمولات الاجنبية والمعادن اشتركوا في القناة كانت هذه اما اخبار الاقتصاد الى اللقاء اشتركوا في القناة